مباراتنا الأولى أيضا من المباريات الممتعة جدا كانت مبارات الافتتاح ما بين منتخب فوركينا فاسو ومنتخب الكاميرون ويمكن المباراة في بدايتها كانت يعني شفنا أنه قدرنا نستمتع بهدف فوركينا فاسو في بداية المباراة وقص فجأتها تحولت مباراة لصالح منتخب الكاميرون وقدر يفوز بركلتين ترجيح أو بضربات الجزاء وشفنا تابعنا مع حضراتكم خلال المباراة يمكن الكفة كلها تحولت ناحية منتخب الكاميرون علشان كده يكون دلوقتي معنا لقاء مع كامو مالو المدير الفني لبوركينا فاسو بعد المباراة أعتقد أننا قدمنا أداءا جيدا أمام فريق كاميروني قوي جدا كنا أكثر من ند لهم على ملعبهم وسط حشود من جماهيرهم وأعتقد أن الشيء الوحيد الذي يمكن أن نندم عليه في هذا اللقاء هو أننا لم نخرج على الأقل بنقطة التعدل أعتقد أن فريقنا افتقد الخبرات لأننا حين تقدمنا بهدف للا شيء كان علينا أن نفعل كل ما بوسعنا كي ندخل فترة الاستراحة ما بين الشيطين بهذه النتيجة أو على الأقل بنتيجة التعدل بهدف لهدف وليس متأخرين بهدفين لهدف لو كان لدى فريقنا بعد الخبرة لكان من الممكن أن نحافظ على النتيجة أو على الأقل نخرج متعادلين لا بالطبع لا يمكن أن نلقي بالمسؤولية كاملة على اللاعبين وأوضع أن أوضح أنه ليس كبري من تسبب في ضربة الجزاء الأولى بل هو بيرتران تراوري والثانية نتيجة اندفاع من يوسف دايو ونحن لسنا الفريق الوحيد الذي يرتكب أخطاء الكاميرون أيضا ارتكبت أخطاء وهكذا تسير الأمور في قرة القدم ولست أدري أين كان حكام البار حينما تلقى لعبنا ضربة كوع بدون كرة نعم تم الضرب بدون كرة والضرب بدون كرة عقوبته كرت أحمر أين كان اللعب الذي يضرب بدون كرة يجب أن يتحصل على كرت أحمر لا يمكنني أن أحدد هل ضربة الجزاء التي احتصبتها ضدنا صحيحتان أم لا لأنني لم أكن في وضعية تسمح برؤية ما حدث ولكن الضرب بالكوع كان واضحا للجميع وهنا أقول بكل وضوح نعم يوجد مشكلة فالكاميرون هو البلد المنظم ونعلم من البداية أنه سوف تتم مجاملتهم والدليل هو ما حدث معنا وفق ما توقعناه بالضبط دعاه